لا ترافقون السلبيين اللي يحطمونكم واللي يقولون ان انتم ما تقدرون او ان التخصص صعب بالنسبة ليكم ولا تكونون ابدا سلبيين عبارة بتسمعونها من اغلب طلبة الجامعة انسوا حياة المدرسة والجامعة غير اتفق وما اتفق الجزء اللي اتفق فيه ان صاح الجامعة لازم تتعمقون لازم تبنون اساس صاح يعني في المواد اللي هي اول الفصول خلوا اهتمامكم عليها واشتنقوا روحكم عشان تبدون صاح كل طالب تجربة تغير مع الدكاترة فانتم عيشوا تجرباتكم الخاصة ولا تحتمدوا على كلام الطلبة انه زين او مزين فاقول لكم في كل تالحالتين يمكن تجربوني يعني غصبا عنكم بتجربوني اغلب الدكاترة بتخصصكم فايشو تجربة تكون خاصة ولا تحتمدوا على كلام الباقي يقولون ان التخصص ما له مستقبل لو ده الكلام صدق كان ما نحط في الجامعة ولا الناس راحوا درسوه ولا راحوا توظفه بعدين وبعد كل تخصص له مميزاته وصعوباته فيعني انت يمكن تشوف تخصص له مثلا رفيقك او اي احد ثاني صعب بس بالنسبة له يمكن يكون سهل في مجموعة من الناس حتى لو حصايت الشهادة ساعات ما تشتغل نفس التخصص يعني بعد ما تتخرج من الجامعة ملازم او مو بالضرورة انه تشتغل في دا المجال عادي تشتغل في مجال ثاني وبعد في تخصصات معينة مثلا يقدرون يسوون عليها يعني يقدرون وطفونها في عدة اشياء او يسوون مشاريع في مختلف المجالات في واحدة قالت ان لا تخلوا حياتكم بس ان تروحون تحضرون المحاضرة وترجعون البيت حاولوا تتعرفون على ناس جديدة وروحوا الجامعيات وتشوفوا واش الانشطة اللي عندهم يمكن عندكم ميول او شي تحبون تبون تشاركوا فيه وتجربون شي جديد حاولوا يعني تخلون حياتكم الجامعية احلى ليش قروبات التخصص اللي فيها مثلا الناس من السنة الثانية الثالثة الرابعة او اكثر بتستفيدون منهم بيجاوبونكم على اسئلة يعني ما تدرون عنها فحس هاي القروبات مفيدة جدا يعني حق الطلب في اول السنوات عشان يستفيدون من الطلب الاكبر منهم طلبة مهمة اللي هي ان قروبات المواد او قروب التخصص هاي تسألون فيها مثلا عن المواد عن الدكاترة اللي في الجامعة او عن التخصص بشكل عام اما اذا كنتون تبون تسولفون او تطرشون انشياء ما لها علاقة بالدراسة فالافضل تسألون لكم قروب ثاني عشان لا تسعجون الطلبة الباقي اللي في القروب في دكاترة ما يسمحون ان تطلعون التلفون في محاضرتهم فالافضل جيبوا ليكم نوتات او دفتر عشان تسجلون النقاط المهمة ولا تطلعون التلفون عشان لا تتفشلون الشاشة احيم بتطلع ليكم صورة هاي الصورة فيها اللي هي حق عشان مثلا تتواصلون او تسألون عندكم اي استفسار مركز خدمة الطالب 2020 سووا الفيديو عن السنة التحضيرية وسووا فيديو اللي هي اللي قال ارشادي وشرحوا عن التخصصات المفروض لكل تقريبا شافة لما تروحون الانستغرام وتروحون الباحث وتكتبون هاي الكلمة زين وبيطلع ليكم حسابات واجد بس ارتب حساب ويعني ما شاء الله عليه وطالب في كلية الحقوق يحط الاخبار للجامعة بشكل مستمر ويعني حسابها مرتب جاب ناس اللي هي ممكن متخرجة او شيء من تخصصها وسووا لايف وياهم في الانستا وحطوا الفيديو بعد في اليوتيوب فشوفوا حسابها وشوفوا الفيديوهات يمكن تستفيدون في حدود سبع سنوات المفروض تكملون دراست يعني مثلا حتى خصصكم اربع سنوات بتكملون في اربع سنوات كامل مثلا اذا ما كملتون مثاعدكم اللي هي مثلا اخدتوا فصل اجازة او ان عليكم مادة تعيدونها او ما اخدتوا مثلا مادة معينة فتأخرتوا عن التخرج يقوليش بحدود السبع سنوات مفروض يعني كملتون قبلها وتخرجتون اكثر من سبع سنوات ما يصور تكملون ولا يعني بتبقون في الجامعة يمكن اصلا يمكن بيتردونكم من الجامعة فالافضل بحدود هالسبع سنوات حالوا تكملون اللي هي موادكم وتتخرجون حق الناس اللي تبوي تغير تخصصها لا تتأملون وانجد انه يمكن يتغير تخصصكم او تحاولون للتخصص اللي تبونه لانه ده على حسب الشواغر فحاولوا وتحبون تخصصكم وتتقبلونه وبعد يمكن يكون ده التخصص اللي بتبدعون فيه وبتحبونه وبعدين بتقولون انا بغير تخصصي خلاص عجبني هالتخصص انا لاني صراحة بعد يعني كانت رغبة الاولى شي غير ورقبت في شي ثاني فحين قبلت التخصص اللي اني فيه ويعني خلاص ما بغيره معدلكم ابدا لا ينزل عن الاثنين لانه اذا نزل اولا ما بتتخرجون ثانيا بتحصلون انذار واذا حصلتوا انذار وبعدها ما رفعتون المعدل بتنتردون من الجامعة لان القوانين اللي في السنوات اللي قبل كانت غير عن السنوات اللي الحين فاتمنى تحاضوا على معدلكم انه ما ينزل عن الاثنين ويعني حاولوا تجدوا عن روحكم اللي قلته معلومات بسيطة بس اتمنى ان الطلبة اللي ضايعين او شي يستفيدون مبروك حق كل الطلبة اللي انقبلوا في الجامعة وان شاء الله تحبون اللي هي الجامعة والتخصص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة